السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في وصفة جديدة واللي راح نديرو فيها طبق رمضاني اللي راح يكون متوم راح نديروه على الطريقة العاصمية طبق هذا مطلوب بزف في طاولة رمضان اتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفة وتعجبكم طبق تعنا تارنا اليوم راح يكون غني باللحم وهذه هي الطريقة التقليدية نحن نحتاج قطع من اللحم الغنمي من الأفضل ونسحقو كذلك اللحم مفروم وهنا عندي حبة بصلة كبيرة مسكرفجة وعندنا عشرة سنات تاعتوم السنة يكون كبار هذا الطبق يحب بزف التوم وعندنا باية تحبة بيد بالنسبة لتوابرة نحتاج فقط ملح فلفل أسود وشوية كمون ونحتاج لحم صف وشوية اللوز اللي راح نديره خط في الأخير للتزيين لوك هنان راح نجيب طنيجرة تعيون ونحطها فوق النار وندير عليها كم ميات عسمن معا شوية عزيت ونخلي سمنوزيت يسخنوا فوق النار ونحط عليها قطعة على اللحم هكذا بهذا الشكل حتى ون يتحمروا في اللي دو كوتي والا هنا اللي مرسوا التوعيراهم تحمروا وهذا واللون اللي لازم تحصلوا عليه دو كهنا نبدأ نضيف توابل كيما قلت لكم ما يحتاج توابل بزاف فعدنا شوية تاع فلفل أسود من الأحسن نرحو حنايا باش يكون دو قطعه أحسن ونسحقه تانيك شوية تاع الملح وثاني كمية من الكمون والا ونضيف عليها اللبصل هادك اللي كنت قطعته قطعة صغيرة ونخلطه مليه حتى وين يبدأ يدبال هادك اللبصل وهنا الكمية تعتهم رح نقسمها على ثنين نص نحطه مع القطعة تعل اللحم هادو ونص نخليه للوفيون داشي اقدا ونحركه مليه حاد المكونات ونخليه حتى وين يبدأ يدخله طياب للحمد تاني ودوكا نروح نضيف عليه الكميات على الحميصات تاني ونمرق الطبق تاعي هنا بالما يكون سخون نمرق حتى وين قريب يتغطى للحم هادك ونخليه يطيب بغرده دوك هنا اللحم تاعنا راويه طيب نروحه مباشرة ننوجده لبولات تاع الوفيون داشي اللي رح تندير في الطبق تاني دوك هنا نجيب اللحم المفروم هاكدا ونحط عليه بياض تحبى بيضه ونزيد عليه الكمية المتبقية تاع التوم ونضيف عليه نفس التوابين اللي درناهم في الملح لنقعدنا ملح فلفل اسود وشوية تاع الكمون ونخلط ملح هاد المكونات حتى وين تنسى جمع بعضها البعض وهنا رح نجيب اي انا فيه شوية حليب ونغطس فيه اللوب بتاع خبز بايت هادي اضافة ملحة رح تعطينا الطراوة لبولات تتبعنا كما تقدروا تديروها بلاشابلير لكن بهذا الطريق رح يجي احسن نحط اللوب بتاع الخبز في الحليب ونعصره ملح نحلو الزائد تاع الحليب ونخلطوه في الافيونداشي تتعنو ونعاود نخلط هاد المكونات حتى وين ينسجم هادك الخبز مع اللحم المفروم وفي الاخير نديرو ديبولات على حسابه شرانا حبين ندورو كامل كمية تعل الحم ونعاودو نتلاقوه في الاخير ونحط الزيت فوق النار حتى وين يسخن غري يسخن نحط فوق اللوز ونحمص بهذه الطريقة هنا لازم ياخد اللون ذهبي ونضيفوه في الاخير في التزيين الطبق وهداك الزيت التاعو ما نرميش راح نضيفوه تانيك مع الطبق راح يعطي تاني بنا تعلوس ونروحو لبولات تاعنا دوك نجيب صينيا نحط فيها شوية تاع الفارينو ونحط فوقها لبولات التوعي ونغلفهم بالفارينو هاد الفارينو راح تتعقد لنا تانيك اللاصوس تاعنا هاكدا بعد ما تغلفوا لبولات نحطهم داخل المراق بهذا الشكل ونغطي عليهم ونخليهم يكملوا طيبهم مع باطر وهنا في الاخير الطبق التاعناره التقليدي دونك راح نقدموه في اطباق يكونوا تاع خاديسيونيل دونك نحط كمية من المراق ونفرغ فوقه اللي متو متاعي انا في الاخير نقدر ننضيف عليهم شوية تاع البصل وشوية تاع المعدنوس تاني راح يعطوه لده للطبق التاعنار وتانيك راح نحطوه هادك اللوز اللي كنا حمصناه مقبل بهذا الشكل ويكون طبق تاعنا جاهز وهذا هو الطبق تاعنا تاعنا اليوم اللي كان متو معاصمي الشكل تاعوي شاهي بزاف هنا الطبق هدا يجي بالحم الغنمي لكن تقدروا تستعملوا الجاج عادي وهذا هي كانت الوصفة تاعنا تاعنا اليوم انتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم وانتلاقوا في وصفات اخرى ان شاء الله والسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة